السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا حبوباتي الغاليات ان شاء الله هركم لاح يومكم طيب يومكم معطر بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله كما تعرفوا دوزنا الويكند درار يدوشو كامل كامل فضر كامل ندوشو يتلمو الحوايج تاع الويكند وتاع سمانة كامل على كل حال انا دايما حوايج نقسمهم على اثنين تقريبا نغسل دو فور سومان عندي هكذا الملابس اللي تكون كلار والملابس اللي تكون فانسي يعني نقسم دايما الحوايج وندير زوج غسلات تقريبا في الأسبوع هنا فقط يعني كنصيحة وللمبتديئات هكذا كتكون عندنا حاجة اللي تكون بلا فرميتور اكلار دو بخيفرانس نغلقوها باش نحطوها داخل الماشينة هكذا باش هذيك لافاس هذيك ما يشريحة تكميش لكم لا فرميتور اكلار ديالها سورتو سورتو إلا كانت تحتغسطوها المرة الأولى وما كوش تعرفو النوعية ديالها إلا كانت نوعية مليحة ولا لا لا دونك درت الحوايج جدرت هنا غسل الملابس اللي في صفان دو مارسي لأنه يخرج مليح رح ندير تقريبا بوشون ونص وبالنسبة للبرنامج اللي سوف نديره اليوم سوف ندير برنامج كوتون بلوس لأنه عندي شوية تلك قوة رغم الداخل وهذا البرنامج يمليح لأنه يجعلني نتحكم في درجة الحرارة اللي سوف نديرها 60 يعني تكون مرتفع شوية ولكن ما تكونش بزاف يعني ما تقترش على الحوايج دات 60 دراجة واللي سوف ندير ميل ما يكمش بزاف الحوايج ثاني والوقت اللي أعطته لي هو ساعة و 56 دقيقة يعني تقريبا نزود سوايا ومبعد رجعت هنا كالصالدوبا كانوا عندي تقشرة ثانية تأولادي لطميتهم نحب نخصلهم هما تاني باليد من حبش نرميهم على الحوايج داخل الماشين نخصلهم هكذا غير باليدك تعرفوا تقشرة تعدراري يعني توسخوا بزاف وتقاشروا كنرموهم تاني داخل الماشيناك تعرفوا دفوا يتكمشوا دفوا يتشربوا يعني صغاروا جوب خيفاء هكذا نخصل لهم باليد واني رح نخصل لهم بنفس السائل اللي درته في الماشينا العافي تعالي في سافران دو مارساي لأنه يخرج اح ندير فيهم تقريبا تاني بوشون واني حنستعمل هنا مدافي ملعين باش تاني يخرجوا لي ملاح من قولهم شتقاشر المسخون لأنهم كما قلت لكم احي يفسدوا سيقتوا إلا ما كانوش 100% كوترون درت لهم رغوة هاد السائل هاد نحبو نخليوهم فيهم واحد نص ساعة ولا ساعة سيقتوا لكانت الحاجة موسخة بزاف ومبعد نعودو نوليليهم وإلا نغسلوهم هكذا مباشرة ومبعد شللتهم مليح مليح عدة مرات حتى يعني يصفى هاده كلمة وطلعتهم الاسطح هكذا نشرتهم ونشرت كل واحد مع اخوه باش كي ينشفوا كل واحد نديرو مع اخوه ونخبيهم باش ميتبحروا ليش يعني ندير كل فردة مع اخوه هكذا باش ولادي كي يجو يلبسوا تقي شراتيه وليهم يلقوهم يعني ما يبقوش يحوسوا عليهم ومبعد رجعت الكوزينة باش نحضر وجبة الغداء باش كي يجو ولادي من المسيد يلقوها ووجده خاصا دوك لكيران مع فترة الاختبارات مدابية تاني من الحاجة اللي نحضرهم هي وجبة الغداء باش كي يجو ولادي يلقوها ووجده في طنجرة اخدت اه حطيت فيها شوية تاززيت وحد زجم غرف اللي حابو يستعملوا زيت الزيتون يقدروا يديروا زيت الزيتون مع مغرفة كبيرة تاع الزبدة واللا مارقارين وحطيت معهم حبه بصل اللي كنت اه اه يعني رحيتها فلاشوخ ونبقى هكا نقلي فيهم حتى يدبل هاك البصل نزيد عليهم حبة الفل الحلوخ ضر والحمر اللي عندها اللي ما عندهاش ما عليش ممكن تستغنع عليها ونبقى هكذا ندبل فيهم على النار متوسطة ونزيد معاهم هنا يا حبة طماطيش تكون قطعة مو كعابات ورميت حبة على الحار باش تلقلي البنا طبعا يحبوا الحار تقدر تديري شوية هريسة ولا تقدر تديري شوية هاداك الحار تقطعي انا خليت هاداك الحبة حار هكذا كومبلي باش تعطيني البنابرك زيت معاهم غير فهة صغيرة على الطماطم المعلبة والطماطم المصبرة كل ما زيت حاجة هكذا ونقلي على نار قليلة وهنا زيت كيلة تاع البرغل هنا من الاحسن استعمال البرغل اللي يكون نخشين اخديت كيلة منه ونقيته واخصلته وقطرته البرغل الليكو راح نتلقاوها في السوبيغات في المراكز تجارية الكبرى هاداكو راح نتلقاوها راح صحي ومفيد جدا مليح للمعدة خفيف حركتو معا كامل هاداك المكونات ونبعد في الآخر نزيد التوابل اللي هي الملح في الفلكحل وشوية على القصبر المرحي كين يحبو يديرو حتى الكمون انا مستعملش الكمون ونقلب كامل هاداكونات مكونات معا بعض هاداك البرغل يتشرب مليح هاداك البرغل نديرو زوج كيلات تعلمة يعني وصفة سهلة وسريعة وتمتم توجد وفي نفس الوقت صحية ونبعد نخلط هكذا ونغلق عليه ونخليه يطيب يعني يحتر نشوفو هاداك البرغل تشرب كامل هاداك المريقة هناكين مرقين شوفو بداي يغلي نقص عليه للنار ونخليه يطيب يعني وما راحش يخد الوقت بزاف واحد اربع ساعة ويكون واجد من جهة اخرى نريح نحضر واحد الصلصة باش نرافق بها هاد البرغل هادا يعني ثاني صلصة اقتصادية وتوجد تمتم ما تاخدش كامل الوقت في انفيتو حطت شوية زيت حنحط معاهم حنقلي فيه كريات هادو هادو ما تعال انت تحبي تستعملي اللحم مفروم تحبي تستعملي دجاج مفروم يعني الشي اللي يكون متوفر عندك انا استعملت هنا لدنت اشي كنت هاكدا درت له شوية بصل و شوية توم شوية ملح شوية فلفل لكحل توابي الخاصة بالدجاج تحبو تزكيوه بشوية على شابلوغ وكورتهم هاكدا يعني خلطهم مليح مليح ونبعد كورتهم وقليتهم قبل في هادوك الزيت باش هادوك الزيت تاخد البنات هادو الحم هادو بعد ما يتقلوا وياخدوا تحميرها نوعا ما نزيد عليهم شوية بصل رابي زيت لهم تاني حبيبة طماطيش هاكدا مرحية ونخلط غير بلعق البرك دايمن على نار قليلة هاكدا هنا درت شوية الملح زيت مغرفة صغيرة تعتماطم الموصب بارا باش المريقة هادي وللا السوس هادي جي خاطره درت التوابل فلفل لكحل توابل خاصة بالدجاج وشوية على القصبر المرحي ليتحب تديرها سلحان وتدير هيا التوابل دائما كما نقولكم تبقى اللحساب اذوقكم واختياركم زياد شوية اكري حلو ونقلي كل الش مع بعض. غلب العقل بشدك الكوريات يبقى محافظين على الشكل ديالهم سنينة تعتم وفي الاخر مرق غير بشوية المسخون لاني ما نحتاجها سلصة كبيرة امام طول اني حبها هات السلصة تجي خاطرة هكذا ونغلق عليهم ونخليهم يطيبون يعني ما مش راحين يطولوا واحد ارباح ساعة بكتير ويكونوا وجدين في هاد الاثناء هاوليك البرغ اللي راح تشرب كامل هاديك المريقة هاوليك راهو جاهز بقال يبرك ندوقو في الاخر على الملح نشوف اذا كان سواسوا هنا لقيته جا ما شاء الله جا سواسوا طفيت عليه ورجعت لي بولت هادوك ثاني زيت لهم في الاخر رشع من التوابي الخاصة بالدجاج كيما قلت لكم اللي تحب دي راس الحانوت تقدر دي راس الحانوت وهيليك السلصة هادي كيما قلت لكم جي واحد السلصة جي خاطرة وجي تقيلة لانو البرغل هادك ما وش راح يكون ناشف يعني حتى هو راهو طب في انسوس هادي باش نرافقوه برك هاكدا وطفيت عليها وهاوليك هنا يعني كلش راهو واجد هادك البرغل درتو في انبول ومبعد قلبتو هاكدا فوق سحنة تقديم وليبولات هاملك كيفاش يجوجو هايلين وجي يعني واحد السلصة خاطرة وبنينة انتي اذا كان ما عندكش البرغل ولا ما قدرتش تحصلي عليه ممكن تعوضي بالروز ديري ليبات وترافقيهم بهاد السلصة هادي يعني السلصة اقتصادية وتجي بزاف بنينة وتجي خاطرة تجي ما شاء الله البرغل هادا نرافقوه مع هاكدا شوية خيار وشوية الفلفل الوان احمر واخضر كي ما يقول لك العين تاكل قبل الفم ورشيت عليه في الاخير رشت على المعدنوس ان شاء الله الطابق هذا اللي حضرت معاكم هنا لاعجابكم ان شاء الله انتم متاني تجربوه لانه صحي نحاول اندخل هذا البرغل في الوصفات دينا لانه صحي نشكركم على حص المتابعة انتلقوا في فيديو واحد اخر دمتم في رعاية الله وحفظي البرغل